اهلا بكم في مطلع ساعتنا الثانية نواصل تغطيتنا لملفات نهاية العام هنا تشير بيانات الأمم المتحدة أن مختلف دول العالم أحرزت تقدما غير مسبوق خلال العام 2021 في مجال حقوق النساء ولكن تنتقد المنظمة الأممية عدم تحقيق أي بلد للمسواة بين الجنسين فعليا يالين كان العام 2021 عاما مختلطا على النساء فمن جهة وثقت بعض الجهات انصاف النساء من خلال قوانين وتشريعات تدعم حقوقها في حين شهدت بعض الدول ارتفاعا في معدلات العنف القائمة على أساس الجنس وانخفاض نسب وصول النساء لمراكز صنع القرار السياسية والإدارية لكن في العموم وبالرغم من ذلك محصلة هذا العام بها العديد من الإنجازات العالمية في مجال تمكين النساء ترجمة نانسي قنقر وتدرج الأمم المتحدة المساواثة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة عالميا مؤكدة أهمية تمكين النساء في مختلف الدول وتشير المنظمة إلى أن العنف ضد النساء ظاهرة عالمية تعرقل هذه الجهود حيث تتعرض ثلث النساء للعنف الجسدي أو حتى الجنسي وهو ما يحتاج لقوانين رادعة للحد من تواصلها منذ أن بدأت الحركة النسوية في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي ناضلت المرأة المصرية للحصول على حقوقها وخلال رحلتهم النضالية تواجه النساء تحديات اجتماعية وتشريعية تعمل الناشطات وجمعيات حقوقية على مواجهتها رسميا تقول الحكومة المصرية أنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتمكين المرأة التي أعلنت عنها قبل أربعة أعوام ويستمر العمل بها حتى عام عشرين ثلاثين لكن قانونيين يرون أن تمكين المرأة يقتضي أيضا تحديث العديد من القوانين والأنظمة ما لم تحققه المرأة المصرية حتى اللحظة تطوير البنية التشريعية فيما يتعلق بقانون ناجز ومحترم للأحوال الشخصية وأيضا أنها تكون في صدارة القيادة تكون موجودة في أحد السلطات السلاس أتمنى أن نرى المرأة المصيفة عشرين اتنين وعشرين رئيسة البرلمان أو رئيسة الحكومة هذا التحديث والتطوير للقوانين هو ما تدعو له ناشطات عرقيات في شبكة صوتها مؤكدين أهمية تفعيل قوانين حماية المرأة للحد من استفحال ظواهر الطلاق والعنف الاجتماعي عدم وجود قانون رادع هو السبب الأكبر وبعض الإجابات وبعض الأسئلة الثانية أن زيادة التفكك الأسري وبعض حالات الطلاق وما إلى ذلك من آثار مجتمعية سلبية هو عدم تطبيق القانون لأن هناك وجود لقوانين تحمي المرأة والأسرة ولكن عدم تطبيقها هو الذي يؤدي إلى آثار وخيمة وليس فقط عدم تشريع القانون العنف الأسري في تونس ورغم حصول المرأة على مكتسبات قانونية متقدمة إلا أن تقرير جمعية النساء الديمقراطيات كشف عن تعرض أكثر من 2700 إمرأة للعنف في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من مئة قرار صادر عن المحاكم في بخيسك أغلب محاكم تونسية وتفطلنا أنه توصلنا إلى أنه القضاء التونسي إلى حد الآن يعني عامين ونص من صدور هذا الحكم ما هوش قاعد يطبق في القانون كما جاء في فلسفته جمعية النساء الديمقراطيات توثق عدم بث القضاء التونسي بأغلب الشكاوى المرفوعة بهذا الخصوص ما يكرس الإفلات من العقاب ويعرقل جهود تمكين المرأة والحديث أكثر تنضم إلينا الآن من بغداد أستاذة القانون والعلوم السياسية والناشطة في مجال حقوق المرأة الدكتورة بوشرة الزويني الصباح الخير في البداية عليك دكتورة بوشرة يعني ربما في تلخيص للعام 2021 من منظور حقوقي نساوي كيف تقرأينا إنجازات العالم في مجال تمكين المرأة صباح الخير والعافية عليكم وعلى جمهوركم في قناة الحرة حقيقة هي الإنجازات لا تلبي مستوى طموح المرأة العربية تحديدا أو المرأة في عموم العالم ولكن إذا تحدثنا عن المرأة في الوطن العربي كوننا معنيين ومتابعين لهذا الشيء نجد أن المرأة وإن كانت كثير من الحقوق لا زالت غائبة ومهمشة ولكن في ذات الوقت حققت بعض البصمات التي ترفع لها القبعة على سبيل المثال الإنجاز الكبير الذي تحقق في تونس عندما قام الرئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد بتكليف إمرأة سيدة عربية إمرأة وهي السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة بالتالي هذه حقيقة بصمة في تاريخ المرأة العربية وبالتالي حضيت هذه السيدة بأنها أول رئيسة وزراء في المنطقة العربية طبعا سبقتها أيضا حضيت بأول وزيرة لسيدة نزيها الدليمي في العراق وبالتالي هذه حقيقة نأمل أن تكون بداية للمنطقة العربية الدول العربية أن تحذو حذوها وأن يتم تكليف نساء في رئاسة الدولة أيضا إذا انتقلنا من تونس إلى العراق أيضا العراق في عام 2021 حقق إنجاز كبير خاصة قانون رقم 9 لعام 2020 اللي يخص مجالس النواب وإن كان هذا القانون أثار الكثير من الجدل ليس موضوعنا أن ننقيم هذا القانون بقدر ما ننقيمه من حيث وضع المرأة صعود 96 أمرأة حصول بزيادة 13 انتقالها من 25% الكوتة كسرت هذا الحاجز إلى 30% وصول ثمان نساء حصلت على 20 ألف صوت حقيقة هذا إنجاز كبير وأيضا الإمارات لها إنجازات إلى آخره يعني إنجازات كثيرة لربما كانت خلال 2021 لكن دعنا نتحدث عن الأبرز كان أنه تسجيل دخول النساء لأول مرة في الجيوش الخليجية كيف تقرأين ذلك؟ نعم حقيقة أيضا هذا إنجاز يعني حضرتك أحسنتي عندما تطلقتي لهذا الموضوع أيضا يعتبر بصمة في تاريخ المرأة العربية وتحديدا الخليجية عندما طبعا نحن شهدنا بالأسابيع الماضية وبالأيام الماضية القليلة تخرج الدفعة من السيدات في السعودية وفي المؤسسة العسكرية طبعا لديها أيضا هي في المؤسسة الداخلية وسبقتها الكويت في الداخلية وحاليا الكويت تدرس إدخال النساء إلى صنف العسكر الجيش وأعتقد لا زال الباب يعني هي فاتحة هذا الباب يمكن ينتهي في يناير 2022 طبعا أيضا للأمانة أيضا العراق سبقها لدول الخليج سواء الكويت أو السعودية أو غيرها في دخول المرأة للأجهزة الأمنية منذ القرن الماضي سواء في سبعينيات القرن الماضي في وزارة الداخلية أو في ثمانينيات القرن الماضي في وزارة الدفاع حقيقة دخول المرأة إلى هذا الصنف هو دليل على اعتراف رسمي حكومي من أن المرأة العربية قادرة على أن تؤدي المهام التي تلقى على عاتقها وقد تؤديها بأفضلية وكونها مسلط الضوء عليها وبالتالي تحاول أن تبرز كذلك إدخالها لهذا المجال أعتقد أيضا من باب تحقيق مبادئ التنمية العالمية السبعة عشر مبدأ من أجل إدخالها في سوق العمل زيادة نسبتها خاصة في منطقة الخليج أعتقد زيادة في النسبة وصلت إلى أربعين بالمئة نتيجة دخولها إلى هذا السلك أيضا أعتقد أنه تقوية أواصر الوطنية تعرفين حضراتكم أن الدخول الشخص سواء كان رجل أو امرأة إلى هذه المؤسسات يعزز من الشعور بالوطنية بحب الوطن إلى آخره وبنفس الوقت يعتن طباع إلى الدول الأخرى إلى المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة أن هذه الدول ماضية قدما في تحقيق الديمقراطية التي أحدى مخرجاتها هو الحقوق المتساوية والعدالة الاجتماعية بين المرأة والرجل كهدف خامس من أهداف التنمية المستدامة طيب رغم كل الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام ما يزال العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعرق الجهود التمكين حدثينا بتحديد عن واقعنا العربي كيف هو اليوم؟ يعني ابتداءا فعلا مثل ما ذكرت حضرتك العنف ظاهرة عالمية تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن حوالي 70% مقدار العنف الذي يسلط على المرأة في عموم العالم وأعتقد أن حصة المنطقة العربية هي الأكبر وبالتالي غياب قوانين تحمي المرأة هي السبب الرئيسي في زيادة العنف كذلك مثلا الموروث الثقافي طريقة التربية أيضا إلها سبب مشجع نحو زيادة العنف نحو تجاه المرأة أو تجاه الفئات الهشة بصورة عامة كذلك حتى إذا وجدت القوانين مثل ما لاحظنا من خلال البرنامج الذي استعرفته أو المقطع الذي استعرفته أيضا مع وجود القوانين لكن هناك عنف بسبب أما المرأة نفسها لا تبلغ عن العنف الذي يقع عليها نتيجة التقاليد والعادات والأعراف أو تكون غير قادرة على الوصول إلى المراكز التي توفر لها الحماية فضلا عن بعض العوائل تمنع نسائها وخاصة الزوجة في أن تقدم بلاغ لأن حقيقة تقديم بلاغ قد يعرقل أو حل المشاكل الأسرية وقد ينتهي بها إلى الطلاق فكثير من المشاكل لذلك أغلب الأرقام التي تعلن من الجهات المعنية الخاصة بحماية المرأة من العنف هي غير صحيحة أو بالأحرى لا تعطي انطباع هذا المعلن عنها فقط هذا الذي تقدم شكوى فقط فما بالك التي لا تستطيع أن تقدم شكوى للأسباب التي ذكرناها فضلا أن بعض الدول ليس لديها قوانين تحمل أسرة وتحديدا المرأة إلى هذه اللحظة دكتورة بشرة لم يتم تقديم أي دولة لتقدم حيال التمييز ضد المرأة عند الحديث عن هذه النقطة كيف يمكن إنهاء هذه المعضلة أو حتى التخفيف منها عفوا فقط عيد السؤال السؤال ما وصلني واضح بناء على بيانات رسمية أنه لم يتم تقديم أي دولة تقدم حيال التمييز ضد المرأة كيف يمكن تخفيف وطئة هذا الموضوع فعلا هي مثل ما ذكرت لحضرتك أكو إنجازات ولكن إنجازات ليست بمستوى يلبي طبوح المرأة العربية أو المرأة بصورة عامة في تحقيق إنهاء التمييز ضدها لذلك يفترض بكل دولة أن تسعى إلى أن تلتزم بأهداف التلمية المستدامة وإن كانت هذه الأهداف غير ملزمة لكن لا يمكن تحقيق استدامة لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي وما لم يتم تفعيل الطرف الآخر الدولة تبنى من خلال النساء والرجال وبالتالي تهميش نصف المجتمع هو يقف عائق ضد النمو كل دولة من مصلحتها من مصلحتها أن تفعل هذا الموضوع أن تقضي على التمييز بين النساء والرجال أن تنهي العنف القائم على النوع الاجتماعي وإلا أصبحت دولة متخلفة دولة جاهلة النمو الاقتصادي لا يتم فيها يكون تراجع اقتصادي إلى آخره فمن مصلحة الدول أن تبني ستراتيجيات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وليس فقط بناء أو كتابة أو رسم ستراتيجيات إنما تنفيذ مثل هذه الستراتيجيات وأكيد يقع هذا التنفيذ على القطاعات الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني على الإعلام أن تساهم فمن مصلحة الدولة أن تمضي قدما في تقليل أو إنهاء التمايز القائم على العنف النوع الاجتماعي شكرا أستاذة القانون والعلوم السياسية والناشطة في مجال حقوق المرأة دكتورة بوشرة الزويني شكرا جزيلا لك نفق في موضوع المرأة على مدار حلقات برنامجنا خلال العام 2021 قمنا باستضافة وجوه نسائية عديدة بارزة في فقرة المرأة شغلنا مناصب منوعة في مختلف المجالات ومختلف أيضا الفئات العمرية تحدثنا عن أبرز القضايا والإنجازات والتحديات التي تخص المرأة دعونا نتابع نبذة عن أبرز هذه اللقات بما أنه هذا الشيء خاص بالمرأة وعب نحكي عنه وبيضل العالم يطلع علينا كأننا نبدلع أو نزيدها فشيء يخلينا أنا أصير بدأ أحكي عنه بدأ أفتح الموضوع ما بدأ خليها عب ما بدأ خليها تابو بدأ ورج العالم القصص اللي نحنا عم نمور فيها وأنه لا نحنا مش عم نتدلع ومش مشكلة صغيرة هي مشكلة كبيرة لا كل مرة بإلا ولا نهار تفقد ساعتك بحالك بكفئ لك مرة ما تخل حدا يتحكم لا بحياتك ولا بقراراتك ولا حتى بجسمك ولا بشيء عطول يضل عندها ساقة بحالة وتكون قوية وما تسمع لهالكلمات اللي ما بتمثلها أساسا الستات طلع مرغم موجودين في السنمة يعني الحقيقة أنه المنتجات الأوائل كانوا سيدات والبطلات كانوا بينتجوا ودي مسألة تاريخية بس هو فيه أزمنة بيتم محاولات لأنهم يستبعدوا من اتخاذ القرار أو من أنهم يبقوا أصحاب رأس المال طبعا المرأة العربية وفي آخر مئة عام المرأة العربية حققت الكثير من القفزات في جميع الدول العربية وفي كثير من الدول العربية من خلال التعليم والدخول في السوق العمل ناهيك عن أن المرأة كانت تاريخيا المرأة العربية كانت موجودة في السياسة منذ مئات وألاف السنين أعتقد المرأة اليوم حابة تكون مثل لأولادها حابة تكون مثال لأسرتها فأعتقد أنه ما في عقبات فعلا كعقبات إحنا اليوم نواجهها كنساء من ناحية العمل في تقبل للمرأة أكبر بكثير من ما كان من 30 أو 40 سنة بالآخر الحرية اللي إحنا عم نطلبها جاي من براية طبعا جاي من حالنا وجاي من دعمنا لبعض وجاي من دعم النساء لبعض ومش بس نساء من الرجال كمان بس بالآخر جاي هذا مش من المباراة ومش من المسابقات ومش من كل هاي الأمور بل من الدعم والفهم للإشياء اللي موجودة حوالينا أصواتهن مسموعة ويتم الترويج لها حتى لسيما في مكتبة الكونغرس من حيث البرنامج الذي لدينا فلقد قمنا برعاية مهرجان للكتاب وكانت النساء من العالم العربي جزءا لا يتجزأ من العروض وهذه العروض متوفرة عبر البوابة الرقمية أيضا اللحظات الأولى هيك شعور الفخر الحمد لله يعني تشوف أنت أول مباراة بتدخل فيها بدور المحترفين من الطموح ومن لا نحكي الأهداف والأحلام أنه نكون إحنا كحكام سيدات بدور المحترفين دور الأضواء بالأردن إحنا الحقيقة في مصر يعني متمتعين بفترة غير مسبوقة الحقيقة إن إحنا بقينا في أماكن بتمكن المرأة في مجالات مختلفة في مجالات عمرنا ما كنا نتخيل إنها هتبقى بالكثرة دي يعني كان فيه تواجد المرأة بس تواجد مهمش وتواجد ما هواش حقيقي فعال أنا كان عندي حلم وأنا عمري 14 سنة كنت بطل الجمهورية ومسألوني أنت نفسك في إيه؟ أبتلهم فيه سباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف عفى عالم مصر في الخارج وأتمنى في يوم الأيام أقدر أعمل حاجة لبلدي زيه كان عمري 14 سنة وده سنة 57 ففضل الحلم ده قوايا ما ماتش وفضلت براء لغاية أما بدأت أحققه وعمري 67 سنة وأنا حاليا عمري 79 سنة ونتكلم عن فيلم دم هو غير موجه مثلا للجنس الآخر لأن هم يتعرفوا على فكرة الدورة الشهرية وأنه هي إحنا ما متعرف عليها بشكل صحيح أو موسع مثلا في التعليم أو في الإعلام أو غيره لكن حتى هو موجه للنساء نفسهم وده هي يعني أنا بشوف أنه حتى هم موجه لهم في الأول قبل أي شخص ثاني لأنه التفكير الغلط أو عدم الدراية أو الجهل متأصل فينا إحنا حتى كنساء ولما إحنا نبدأ نوعى أكتر ونعرف مشاكلنا أكتر وقتها هنا هيبدأ التغيير